فعلا في حتة تانية كان عنده فيروس كورونا وبالتأكيد الشناوي هو للعب الثلاث مقرات اللي في المجموعات فده إداله أفضلية مع أداءه مع الأرقام اللي هنعرضها مع حضراتكم دلوقتي ليه الشناوي الأفضل في دور المجموعات لأن تم تزديد عشر تزديدات على مرمى محمد الشناوي تصدى لتسع كرات وفقط لغير استقبل واحدة اللي هي هدف منتخب نيجيريا حصل معاه تلاث انفراضات تعامل مع تلاث انفراضات بنسبة نجاح 100% تصدى للثلاث انفراضات ده بالنسبة لدور المجموعات ولكن الشناوي على خطة الكبار ولما نقول على خطة الكبار نتمنى ان شاء الله للتوفيق في المباراة القادمة ويكمل مع منتخب مصر لأن الشناوي حتى يزيل لحظة تاريخه كحارس أساسي مع منتخب مصر في أمو أفراقيا سبع مباريات شباك نظيفة في خمس مباراة استقبل هدفين فقط لغير هدف أمام منتخب نيجيريا في المباراة اللي انتهت 1-0 وكان أداء المنتخب بشكل يعني ما كانش هو الأفضل وكان يمكن أقل المباراة المنتخب أمام نيجيريا وهدف في 2019 أمام منتخب جنوب أفريقيا في دور الستاشر والبطولة اللي طلعنا منها أن محمد الشناوي في الأربع مباراة لعيب منتخب مصر كان هو أفضل لعب بشهادة الجميع كل التوفيق للعيب منتخب مصر وحاجة بتصعدنا وتصعد أي حد متابع لكرة القادمة المصرية لما يكون عندك حارس في بطولات مجمعة بيتفوق على حراس مرمى كبار ولهم تاريخ منهم أفضل حارس في العالم إدوارد مندي يمكن الناس تكلمت بشكل أو بآخر لما كان في البطولة العربية وقالوا أصلي لسه في حراس ياسين بونو إدوارد مندي وعندنا رئيس مبالحي من منتخب الجزائر أعتقد رئيس مبالحي لعب التلات مرادة من منتخب الجزائر وأعتقد كنوا حراركم شايفين أن المستوى فيه فوارق حتى مع كابتن محمد الشناوي كل التوفيق ويقدر يصل بمنتخب مصر إن شاء الله ونقدر نحق البطولة ولازم نحلم بده إن شاء الله وبإذن الله بإذن الله يكون أفضل حارس مرمى في القرى في هذه البطولة بالتأكيد هتكون دوافع كبيرة جدا لكن عندنا تشكيل بقى الجولة من لعبين شمل لعبين فقط من مصر محمد الشناوي وإحمد حجازي